صباح الخير، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في الفقرة التانية من برنامجكم صباحك على الهوى النهاردة إن شاء الله هتكون حلقة وميزة جدا عن التغذية الصحية السليمة للأطفال وطبعا التغذية الصحية السليمة لازم بتكون أوليات كل أم إنها تحافظ على أولادها وتغذيهم تغذية سليمة عشان طبعا ده بيأثر على الدراسة بتاعتهم ولازم يكونوا مركزين ولازم طبعا الغذاء بيكون مفيد جدا في الدراسة طبعا وليقة البنانية بيكون لها برضو دور في الوقاية من الأمراض والليها تبعا متشر بخلال التجامعات الطلبية في المدارس وبيحتاج الأطفال إلى نظام غذائي متوازن من أجل أنه يحصلوا مع الطاقة اللازمة حول هذا الموضوع الهام النهاردة معنا منورنا دكتور أحمد سعيد عثمان استشاري التغذية الطبية وعلاج استمنى والنحافة أهلا بحراج الدكتور حالك منورنا في البداية يا دكتور حابين نعرف إيه هي التغذية الصحية السليمة للأطفال وإيه هي الوجبة أو الحاجات العناصة المهمة الغذائية لنكون تكون كل أم تحطها لطفلها عشان يبقى يعني يركز كده في المدرسة وتبقى الدنيا تماما أولا كل سنة وحضراتكم طيبين وحدك طيب وخير وإن شاء الله كده عام دراسي سعيد وحافل بالنجاح لكل الناس إن شاء الله طبعا يعني بغض النظر عن إحنا بناكل ليه عشان المتعة بقى في ناس بحب تأكل عشان المتعة وطريقة الأكل وتحضير الأكل لا إحنا بناكل علشان الطاقة اللي إحنا بنحتاجها لجسمنا ونشاطنا اليومي والوظائف الأساسية للأعضاء بتاع الجسم والحاجة التانية وحدات بناء يعني وحدات بناء يعني الطفل بالذات في مراحل النموه بتاعته محتاج بروتينز وعناصر معينة غزائية علشان يجبر وينمو يوصل للكيرف الصحيح بتاعه في النموه ففيه ناس بتغفل هذه النقطة إن فيه وحدات بناء مهمة لا يمكن الاستغناء عنها تبقى في وجبة كل طفل علشان ما يبقاش نموه فيه قصور أو فيه يعني زي ما يقول تأخر في النموه يقول لك طفلي قصير يقول لك طفلي بدين هو على فكرة سوء التغذية يؤدي للاتنين يؤدي للنحافة أو للقصر ويؤدي للبدانة يعني حتى زيادة الوزن أو كده ده يعتبر نوع من إيه سوء التغذية بالإضافة لتأثر بعض وظائف الجسم اللي بتظهر في التحاليل نعمل تحاليل لطفل مثلاً اللي عنده نسبة أنيميا نعمل لطفل تاني عنده نقص في فيتامين دال أو نقص في الكالسيم يبدأ يظهر علامات لقدره تقوص في العظام في السقين كده ده كده بنتكلم على التغذية الطبيعية للأطفال الطبيعية مش بنتكلم لسه عن أطفال اللي يهم احتياجات رياضية أو لهم يعني نظام غذائي مخاص فإحنا بنتكلم دوقتي إن الأكل بتاعنا بنحاول إن إحنا نتحط في بالنا إن فيه أربع عناصر غذائية أو أربع مجموعات غذائية أساسية لازم نشملها في وجباتنا مدار اليوم إحنا فيه عندنا كونسبت مهم جداً بسيط بنحاول نقول للناس حاجة اسمها ماي بليت أو الطبق بتاعي فنحاول نعلم الطفل إن هو يقسم الطبق بتاعه لأربع مجموعات غذائية كبيرة فيه مجموعة للخضروات ومجموعة للفاكهة والتنين دول نحاول إن هم يمثلوا النص الوجبة بتاعت الطفل والنص التاني يبقى للحاجات اللي هي مفهاش ألياف زي البروتينز واللي هي مكونات البقول والحبوب والنشويات بالإضافة اللي لازم عنصر من منتجات الألبان يبقى موجود في الوجب إحنا لو عملنا كده بالإضافة لوجود المياه كحاجة مستمرة في باك جراوند ولازم شرب الماء مهم جداً لكل عالماء أو عمليات التفاعل الحياة في الجسم لازم يبقى متواجدة على مدار اليوم كله زي ما بنقول كده 6-8 كبائت في اليوم يومين طبعاً مش هقول لازم معي يساعد النظام الغذائي دوت إنه يبقى فيه النوم والراحة يعني مش عايزة أكون تقليدي بزيادة عنيزوم بس فعلاً عدد ساعات النوم الكافية اللي هي نقول على الأقل 8 ساعات نوم متواصلة وبالليل يعني بقاش نوم متقطع ولا بالنهار 8 ساعات متواصلين ليلاً دوت مهم جداً لنمو لأن فيه هرمونات زي مثلاً هرمون النمو دوت بيبقى إفرازه أكتر أثناء النوم فإحنا بنضيع على الطفل كده جزء معين أو جزء مهم من الحاجات اللي بتساعده على النمو بالإضافة أن ده بينظم حركة الهرمونات كلها وإفرازات الهرمونات كلها الباقي بتاع الجسم اللي هي الساعة البيولوجية بتاع الجسم علشان كده الجسم بيبقى صحي أكتر تمام وبالنسبة للمراهقين طبعاً أكيد هيختلف النظام الغذائي عن الأطفال يعني أكيد المراهقين برضو اللي هم بيبذروا مجهود بدني أكتر بيبقوا برضو محتاجين في الدراسة تركيز أكتر فعايزين نعرف إيه لعناصة الغذائي المهمة بالنسبة للمراهقين نحن بس بنخف بنسبة للمراهقين بيبقى فترة العمر دوت اللي هو نقص الحديد لأن الأسف الفترة دي بقى فيه حاجة اسمها الجروس بيرت أو اللي هو فيه عندهم معدل نمو أسرع في المرحلة دي عشان فترة البلوغ وكده فبيحصل تأخر شوية بالذات عدم اهتمامهم بالأكل الأكل كله نشوياته سندويتشاته خلاص مفيش عناصر غذائية مفيش خضروات مفيش سلطة مفيش فكهة فالحاجات العناصر المهمة اللي فيها الحديد وغيره اللي بيساعد على نمو أو تكوين خلايا الدم ما بيلاقوش بكتير غير في الحاجات الخضروات والسلطة والفكهة والحاجات دي بالإضافة للبروتين فإحنا بننصح إن فيه أم تلاحظ على طفلها سواء في مراحة مراقق أو غيره تلاقي إن فيه مثلا علامات أنيميا أو فقرة دم شحوب في البشرة شحوب في اللون الشفتين يكون فيه خمول كتير ونوم كتير عدم تركيز فيش خدرة قوية على الحفظ يعني دوخة ضعف عام وهن لازم تعمله تحليل هيموجلوبين نسبة الهموجلوبين في الدم بس مش عايزين حاجة كتيرة لو لقيت إن النسبة دي قولي لا لا يبقى لازم فيه تدخل التدخل بيبدأ الأول بإن إحنا نصلح من طريق الأكل وطبعا الوقاية خيره من العلاج إن إحنا نبدأ نحسن من طريقة الأكل إن حنستناش لما الحديد يقل في جسمنا وتبدأ الهموجلوبين يقل وإن إحنا نبدأ ندخل للعاصر دي لو ما تكفي نبدأ ندخل بقى العلاج الدوائي مثلا في صورة أقراص حديد أو كده يعني عندنا مثلا ناخد من كل وجبة كده حاجة عندنا البيض من مجموعة البروتين ده متوفره سهل الأسماك مهمة جدا عندنا من الخضروات عندنا الفلفل الرومي الفلفل الملون عندنا البنجر عندنا البلح من مجموعة الفكهة كل الحاجات دي بسيطة جدا ومتوفرة لو إحبس الأم خلت بالها إنها تبقى متوفرة في الوجبات هتلاقي إن الموضوع حصل وقاية ومن استنياش إن إحنا ندخل في أعراض أنيميا أو فقر دم هو برضي دكتور في سؤالي يعني دايما بيبقى الأطفال مش بيحبوا الفواكهة أو مش بيحبوا مثلا الخضروات فدي أزمة بتقابل كل الأمهات يعني الأم آه عاوزة تأكل ابنها فكهة عايزة تأكل ابنها خضار بس الأطفال بتكون رفضة وساعات المراهقين كمان فيعني إيه نصيح حضرتك إن إحنا نحببهم في الفكهة في الخضار لأن دي أزمة بتقابل كل أم والله هو النصيحة إن إحنا نقدمها بطريقة كويسة يعني مثلا مثلا الصلطة الخضرة أطفال كتيرة ما بتستطعمش أو ما تفهمش يعني أكل حاجة بنحكيش على بعضها بالضبط فعلا بيها 500 طعم في حاجة واحدة فأنا بنصح ناس عندي في العيادة قولهم يعملوا طبق مثلا أربعة تربع كده كل ربع فيه لون مثلا ربع فيه فلفل أخضر متقطع صوابع رفيعة ربع تاني فيه جزر شكل الخضار برضو في الطبق ويتقطع فنجرز يعني قطع صغيرة حيث تبقى بيكي كده الأطفال بيحبوا يلقاطوا بقديهم بصدبط أوهي مثلا بيشوفوا كارتون أو حاجة نحطش الجزرة بحالها كده أنا نفسي معرفش أكل الجزرة بحالها طريقة التقديم بتفرق طبعا أكيد شوية بنجر بنجر اللي علمك مفيد جدا جدا طبعا بس الأطفال بتحبوا خالص اللي علمك لو تقطعت بطريقة صغيرة وقطع صغيرة طعمه بيبقى كويس نضحك عليهم بقى الأطفال طول اليوم أنا مش لازم أقوله خلص طبع الصلطة مع وجبة الغداء اللي هو لأ لازم يكل مشاهد نحن نسيب الطبق قدامهم وهو طول اليوم هينقنأ فيه بزبط على مدار اليوم هتايخ خلص الطبق أو حاجة هو مثلا هتايخ على مدار اليوم خلص الطبق دوت ومن غير معاناة ومن غير منزعة ومن غير ما كده وفي نفس الوقت لازم بحال أنا عايز أقنبه برضو على حاجة موضوع الفطار والغداء والعشاء الناس كتير بتنزل من غير فطار أو تنام من غير عشاء لا لازم على الأقل ثلاث وجبات في اليوم ده الأقل يعني وبالذات لو ناخد أي حاجة خفيفة قبل ما الأطفال تنزل المدارسة الصبح الناس كتيرا تنزل الصبح على طول محتاجين تغذية الأطفال في المدارس عشان كل أم طبعا وهي ابنها نزل المدارسة محتاجة تبقى فيها عناصر جزائيين أنا ممكن حاجة بسيطة جدا مثلا كوباية زبادي عليها شوية شفان عليها شوية مثلا معلقة عسل دي ممكن واجبة خفيفة جدا كورنفليكس مثلا باللبن طبق رز باللبن عليه مكسرات وزبيب وجوز هند مبشور يعني حاجات خفيفة لأن الطفل وهو صحي من النوم بقاش ليه نفس ان هو يأكل فمش هقوله خد بقى خلص مش عارف ايه الطبق ده وغمس حاجة خفيفة كده تبقى سهلة وطيقتها الغذائية عالية وبعد كده بقى قديله بقى في اللانش بوكس ولا في الشنطة بتاعته احنا بنلاقي الاطفال بنلاقي كتعة عدنية وبنلاقي مقليات وحاجات مش صحية خالص فبتكون دبعا وجبة مشبهة بس هي مش مفيدة خالص والطفل اكيد طبعا بيتعاود على الحاجات دي وبيفقد العناص الغذائي المهمة فنصحتك ايه بردو لأمهات ان هم يعني بالنسبة بيحطوا مقليات وحاجات كده مش مفيدة فننصحهم بايه بردو هو الاسف يعني احنا فيه عندنا حاجات بنسميها زي سموم كده عندنا الملح عندنا السكر يعني نقلل منهم على قدر الامكان لان الموضوع بيبقى تعود يعني الطفل من صغره انا بحاول اقنعه ان هو يشرب كوباية اللبن مشربهاش احطول عليها معلقة سكر مشربهاش احطول عليها معلقتين طب خد ثلاث معالق بس الله خلك يشربها لحد ما ينتهت الامر ان الطفل ده لما يكبر تلاقيه بيشرب كوباية الشاي بستة معالق سكر اه للأسف ولكن انا لو اقلم لو ثلاث معالق احسها ما تشربش احنا اللي بنعود الاطفال على كده وعائلات تانية كل اكلهم مقلي وعليه سمنة وعليه زبدة فالدهون ديت لها طعم وليها نكهة بتعمل نوع من التعود لما بيكبر ما ينفعش هيكل اكل مسلوق بالضبط فلما يبدأ بمضوع ده متكرر من الصغر هنلاقي دوت حصلنا على طفل مثلا مش طفل بقى شاب في الجامعة والأسف عنده مشاكل بيعاني من مشاكل زيادة وزن وسوق تغذية فاحنا من الصغر احنا نكسب في اطفالنا سواب ونعودهم على طريقة اكل الصحي ان هو يبقى نحط ملح قليل جدا سكر قليل جدا نتجنب الحاجات ان دقيه الابيض دقيه الابيض ده ناس بتستسيله جدا هو بيتطروا باي دكتور ياختر واجبات الجهزة من بره والتوست الابيض والفطير اه طبعا دي مشكلة احنا ندخل على الحاجات اللي فيها اللي مسميها البرون فلاور او الحاجات اللي فيها نخالة اللي هو العيش البني العيش الاسمر العيش البلدي بتاعنا كل دوت بيبقى ضرر واقل من دي ثقافة من الاول فعلا واخيرا بقى ادي الزيوت والدهون يعني فترة كنت اشتغلت في مستشفى سبع وخمسين احنا عندنا بنعلم الاطفال ان قلي والتسخين والتحمير وحرق الزيت دوت ده بينتج مواد بيبقى ليها اضرار بلغة على الجسم يعني بغض نظر على زيادة الوزن والأضرار لا ليها اضرار تانية كمان صحية احنا نعود الاطفال اللي يأكلوا يعني ايه مسلوء يعني ايه مشوي يعني بيستطعموا طعم الاكلة نفسها لكن القلي والتحمير احنا نستطعم طعم الزيت والسمن بيستطعموا على الاكل الدليفري برا او الوجبات الجهزة السريعة ودي كارسة طبعا لانها بتعمل معدل كوليسترول العالي بتعمل بدينة بتعمل مشاكل صحية بعد كده اعلى معدلات صوديوم ودهون وسكر في الاكلات الخارجية الفاست فود والجنك فود واكل الدليفري عشان هو عايز يحسن الطعم في بق الناس علشان يطلبوا تاني وتالت وعاشر هو ما يهموش صحة الانسان هو عايز يكسب اكتر فنقلل من الحاجات ديت في البيت علشان ديت اللي هتخليهم بعد كده ما يقبلوش قوي على جنك فود والدليفري والاكل من برا لكن هو هتعود على كده في البيت هيتطلبهم من برا لما الطفل بيكون متعود على فعلا الحاجات الوجبات اللي برا ده بيكون سوق تغذية بيأسطر طبعا عليه صحيا جدا وبيرفض اكل البيت يعني بيرفض خضار بيرفض صلطة بيرفض فاكهة فدي طبعا مشكلة كبيرة جدا بتواجه كل الامهات احنا عاوزين برضو نصيح الامهات برضو يعملوا ايه مع الفئة برضو المراقين او الاطفال اللي هم متعودين على الوجبات الجهزة إذا انا اخلي ابني يحب اكل البيت اكتر يحب الفكهة يحب الخضار بدلا ما يعتمد على المنرالز او الفيتامينز من برا يعني فالنصيحة هو الموضوع بصراحة بيبدأ من الصغر ما هو ماجيش انا اعمل ايه مع المراهق بعد ما انا بقالي 15 سنة ولا 10 سنين قبلها بأكله بطريقة مش صحية فاحنا لازم نجد مع الاطفال من الصغر ان انا اقدم له الاكل الصحي ونحاول نخلي البيت كله بيأكل كده وبقاش انا بأكل اكل جونج فود ودليفري وسريع وقوله طفلة انت هتاكل طبق الصلاة لده وتخلصه لكن هو لو لقى الكل اعدى على الصفرة او اللي جايله في اللانش بوكس في المدرسة او في الشنطة بتاعته هو الاكل اللي هو فيه خضرات وصلطة وفكهة مع بيضة مسلوقة مع ساندويتش اصمر عليه مثلا زبدة فول سوداني مش عارف عليه عسل يعني اكل صحي هي دي برضي دكتور تنقلنا لنقطة طبعا الامراض ايه هالامراض اللي بنواجهها بعد كده بسبب سوء التغذية بسبب البدانة والمشاكل دي كلها هو طبعا زيادة الوزن دي اخطر حاج يعني انت عندك حرج زيادة الوزن والدهون دي انا بسميها يعني رصاص ماشي في الدم الدهون اللي ماشي دي بتعمل تسمم دهني لكل اعضاء الجسم تأثر على الكبد تعمل دهون على الكبد تأثر على البنكرياس ممكن لقدرة تبدأ تقلل قدرته على افراز الانسولين تعمل بداية امراض السكر تأثر على بدران الاوعية الدموية احنا بنواجه زيادة صغير واطفال عندهم امراض فعلا مزلنة ده غير بقى الضغط الزائد على المحاصل وعلى الفقرات وعلى العضل ده وديعمل مشاكل جدا في الحركة غير بقى الاستجمة يعني الطفل بحسنه هو منبوز الاطفال بيترياء عليه مش عارف يجري مش عارف يلعب كرة مع زميله فرجاء مفهوم التغذية الصحية لازم نتابع ولو مش عيب ان محدش عارف يعني ينفزه يرجع لناس متخصصين يسألهم يسأل يستشير يدخل ده وقت مش لازم يروح لعيادة في الدكتور يدخل على انترنت يشوف صفحة الدكتور معين يتابعها يلاقي ان هو بيعرف ياخد مناصيح وتبس كده يحسن بيها من اللايف ستايب يتفايد برضو الامراض في المستقبل يعني لان احنا بنلاحظ فانا بقيت يعني اطفال عندها سكر برضو مراهقين عندهم القلب وعندهم مشاكل في القلب يعني بينان لوحظنا ما كانتش في الاجيالة اللي فاتت دي خالص وقالا بقنا يعني امراض اللي هي او امراض اللي هي قصور الشرعين التجير بالزبط بقيت رأيها في سن مبكر يعني الحاجات دي كنا نسمع عنها مثلا فأجدرنا يمكن تلاتيناك واحد عنده تلاتين سنة ولا اخر العشرينيات يقولك جلوا مشكلة في القلب اه اه بنستغرب قوي احنا سلوب الحياة اختلف وكله جنك فود وناس مستعجية وناس بتجري وناس متأخرة ومن هنا على التنبيه دي حقيقة فعلا بقيت من الحياة سريع فما بقاش فيه اهتمام بالتغذية لازم نهتم باللي احنا بنكله يعني زي ما بنقوله كل حاجة لها كتالوج مش عارف الجهاز ده ليه كتالوج والعربية ليها صيانة طب ما الطفل ده ليه كتالوج ليه اكل معين صحي هو اللي يخليه يقوم بوظيفة الحقيقية بالطريقة الصحة وينمو بقى بالطريقة الصحة يعني احنا اقول الكبار مثلا محتاجين بس الطاقة او الحاجات اللي تمشينا ده الطفل ده وغير البيزيك ليفل ده عنده حاجة محتاجة ان هو يبني جسمه اكيد طبعا علشان ينمو ويوصل للجروف كيرب ويبقى بصحة جيدة بعد كده هو بداخل على حياة برضو هو عايز ينجب اطفال سليمة فلازم هو يكون صحته كويسة ماينفعش نبقى برضو نعاني من امراض متورسة يعني مثلا بيبقى لأسف الامراض دي بقت متورسة خلاص هو الشاب كبر وتجوز وخلف واستيل برضو او ابنه او بنته يعني يجي لها نفس المرض هو مفهوم حياة واسلوب حياة لازم نبدأ نتعلمه ونحاول ندخله في اطفاله من غير ما يحس ان هو فيه اجبار او اكره ونقدمه للحاجات اللي هو ما بيحبها يعني انت لو فيه فاكهة معانا ابنك بيحبها خلاص ادهاب مش لازم تغصب عني ياكل مش عارف ايه فاكهة معانا عشان انت بتحبها هو بيحبهاش هاتله حاجة بديلة لها وتكون برضو صحية ويبدأ ادهاله وشوية بشوية دخله للحلات التالية تمام احنا في عجالة كده بس عشان لنا وقت الحلقة يعني نصيحة اخيرة للامهات ان هم زي يتعاملوا بخصوص تغذية الصحية سواء للمراقين او الاطفال نصيحة بس كده بسيطة والله النصيحة المهمة جدا ان احنا نعمل طريقة اللي هي الطبق اليومي دوت ان احنا نقسم وجبتنا بالنص نصها يبقى فيه الياف اللي هو خضار وفكهة يعني الربع خضار والربع فكهة ده كده النص يعني في ساعات كتيرة ملاقي ان الناس هو الطبق بحاله جرعا رز ومكارون دي حقيقة لا ما ينفعش الطبق بحاله كده لازم نص الوجب على قال فيها الياف علشان الصحة والمينوريز والفيتامينز والامساك والامراض الكتيرة بتاع الجهاز الهضمي نص الطبق يبقى خضار وفكهة والنص التاني بقى نقسمه ربعين ربع للرز والمكارونة والحاجات اللي هي نشويات والعيش والربع بقى للبروتينز تمام احنا بنشكر حديد جدا معلش وقت حلقتنا خلص بس حالة كنت منورنا النهاردة وبشكركم ومشاهدين الكرام وان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاي من برناميكم صباحك على الهواء شكرا